التقى جلالة الملك عبدالله الثاني بمدينة ميونيخ الألمانية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن الثاني إذ أكد جلالته ضرورة إنهاء الحرب على قطع غزة ولفت جلالته خلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن إلى أهمية التوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة مشيدا بجهود دولة قطر السياسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقيادة سمو الشيخ محتميم بن حمد الثاني وبين جلالة الملك ضرورة ضمان إيصال المساعدات بشكل دائم وكاف إلى غزة لافتا إلى همية التنسيق العربي للمساهمات في التخفيف عن الأهل في القطاع والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها وأشار جلالته إلى همية العمل على إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة لإصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية